الآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة ورجاء رمزي أهلا بك رجاء أهلا بك سحر أهلا بك أميرة مشاهدين أخبار المال والأعمال نطبيعها ويكون في هذه الوقفة الاقتصادية رصد البنك المركزي المصري مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد وذلك بالمخالفة لأحكام القانون كذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة أشدد المركزي على أنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي وكذا اتخاذ كافة الإجراءة اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب كما أكد البنك على أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر مشيرا في الوقت ذاته إلى قوة وصلابة القطاع المصرفي وفي قدرته على تحمل كافة الصدمات بما يكفر الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن الدولة تستهدف المزيد من التعاون مع الصين في مجال تصنيع الوقود الأخضر والصناعات المكملة له من توربينات رياح وألواح للطاقة الشمسية يذلك خلال تفقد رئيس المنطقة لعدد من المشروعات الموجودة داخل نطاق أحد المطورين الصناعيين الصينيين كذلك عبر عن رغبة المنطقة الاقتصادية في التعاون بمجال توطين صناعة المستلزمات الطبية والمادة الفعالة للأدوية وذلك لتقليل حجم الاستيراد في هذا المجال وإلى سوق المال المشهدين حيث أنهت البورصة المصرية تعاملت على ارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعملين الأجانب ارتفع رأس المال السوقي بحوالي 13.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.713 مليار جنيه على صعيد المؤشر سيرتفع مؤشر EJX30 بنسبة مرات 1.22 في المئة ليغلق عند مستوى 14.560 نقطة كما صعيد المؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EJX70 بنسبة مبلغات 1.67 في المئة ليغلق عند مستوى 279.40 نقطة امتدت أيضا المكاسب للمؤشر EJX100 الذي ارتفع بنسبة مبلغات 2 في المئة ليغلق عند مستوى 4075 نقطة تراجعت أغلب البورصات الخليقية مع توضع أحجام التداول في غياب المستثمرين لجنب ذلك بسبب عطة عيد الميلاد هبط المؤشر السعودي بنسبة مبلغات 1.1 في المئة كما تراجع أيضا مؤشر أبوظبي بنسبة مبلغات 1.5 في المئة مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي فيما انقفض أيضا المؤشر الرئيسي لسوق القطري بنسبة مبلغات 1.9 في المئة لكن المؤشر الرئيسي في دبي ارتفع بنسبة قدرها 1.5 في المئة أعلن وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيدا بلاده تتوقع أن يسجل تدخم 10.5% في المتوسط في 2023 ارتفاع من 8.3% متوقعة في 2022 مع استمرار زيادة للضغوط التدخمية أضف وزير الاقتصاد التونسي أنه لا بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع صندوق نقط الدولي في إشارة إلى حزمة إنقاذ بقيمة بلغت 1.9 مليار دولار وذلك لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها من الاقتراض العام المقبل مشهدين نهاية هذه الوقفة الاقتصادية عودة إلى الزميلتين مرة أخرى صحر أمير عليكم شكرا لك رجاء رمسي